موسيقى نحييكم من القناة السعودية وهذه نشرة أخبار الظهيرة البداية بالعنوين خادم الحرمين الشريفين وسموه للعهد يهنيان رئيس بوروندي بذكرى يوم الوحدة لبلاده وزير الخارجية يستعرض العلاقات الأخوية بين البلدين مع ولي عهد الكويت وزراء البريد والاتصالات الخليجيون يطلقون جائزة بحكية لدعم الاقتصاد الرقمي بالمنطقة انطلاق اجتماعات الجمعية العمومية الثانية لمنظمة التعاون الرقمي في الرياضة اهلا بكم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أهل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتين تهنئة لفخامة الرئيس إفاريستنا دايشيمي رئيس جمهورية بوروندي بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده استعرض ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الصباح مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان استعرض العلاقات الأخوية التاريخية وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومستجدات الأوضاع في المنطقة ونقل وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للقيادة الكويتية وتمنياتهما للكويت الشقيق المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياضة في مكتبه بقصر الحكم اليوم سفير جمهورية تشاد لدى المملكة حسن صالح الجنيدي بمناسبة تعينه سفيرا لبلاده في المملكة واجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بوزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان وثمن سمو الجهود التي تبدلها الوزارة لتطوير منظومة التعليم في ظل الرعاية والاهتمام التي يحظى بها القطاع من القيادة الرشيدة مبينا سمو أنه منذ تأسيس هذه البلاد المباركة على يد المؤسس رحمه الله وقطاع التعليم يحظى برعاية واهتمام كبيرين نتج عنه تطور في الكوادر الوطنية ومخرجات أسهمت في نماء ورخاء الوطن ولله الحمد افتتح صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران مهرجان العسل الأول الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام واطلع سموه على المعرض الذي تضمن مشاركة عدد من النحالين بمنطقة نجران الذين يعرضون أنواع العسل الذي تشتهر المنطقة بإنتاجه إلى جانب أركان الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والجمعيات المشاركة من جهة ثانية كرم أمير منطقة نجران اللواء الركن سعد الشهراني لتقاعده وانتهاء فترة عمله مديرا للدفاع المدني بالمنطقة كما هنأ سموه اللواء الدكتور خالد بن مريشد العتيبي بالثقة بتعيينه مديرا للدفاع المدني بالمنطقة وأعرب سموه عن شكره للواء الشهراني على ما قدمه لخدمة جزء من الوطن الغالي متمنيا له التوفيق والسداد في حياته وللواء الاعتباء التوفيق والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة أصحاب الفضيلة ومشائخ القبائل ومدير الإدارات الحكومية والمسؤولين من مدنيين وعسكريين الذين قدموا لسموه التعازي والمواساة في وفاة أخيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن سعود بن عبد العزيز رحمه الله وأعرب سموه عن شكره للجميع على مشاعرهم الصادقة سائلنا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته توجه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة حائل المتسابقين أبطال رالي حائل لتايوتا الدولي 2023 في نسخته التاسعة عشر تتويج الأبطال من قبل سمو أمير المنطقة يسدل معها ستار رالي حائل تايوتا الدولي 2023 أول جولات كأس العالم للكروس كانتري ألباها شهدت تتويج البطل ناصر العطية أولاً في فئة التيوان وفي الترتيب العام والبطل السعودي أحمد الشيقاوي في فئة التي تو بينما شهدت فئة التي ثري تنافساً شديداً مكن البطل صالح السيف من الفوز بفارق ثلاث ثوان فقط عن منافسه البطل ياسر بن سعيدان نسعد في اختتام هذه الجولة والحمد لله أختي تميت بكل سلامة وطمعنينة على جميع المشاركين الحمد لله كانت جولة حماسية كبيرة وطبعاً رالي حال هو معروف من أهم الجولات اللي يكون فيها مستوى التحدي عالي جداً فبالنسبة لمجمل المتسابقين تكون مرحلها هامة وصعبة في نفس الوقت ومن يتجاوزها برصيد عالي يكون حقيقة له في ضمن جولات العالم حقيقة فرصة أكبر هذا الرالي كشف عن بطل سعودي قادم بقوة وهو الكابتن عبد العزيز اليعيش الذي صاعد المنصة متوجاً بالأول في فئة التيوان المحلية البطولة عندنا في الخليج كان رالي حال من أقوى راليات المملكة حتى أتت السعودية بداكار فغني عن التعريف حتى في داكار من أجمل محطات هي محطة حال واليوم جولة من جولات بطولة العالم الحمد لله في رالي حال سيارتنا ما تصنفت إلى الآن في الفاية لكني قدرت أخذ الأول على المحلي واليوم في المرحلة كنت وراء ناصر في دقيقتين وفي منافسات الدراجات النارية فقد حصد البطل الإماراتي محمد البلوشي المركز الأول وفي فئة الكوادز كانت تتويج من نصيب البطل هيثم التويجري ختام ناجح بكل المقاييس لمهد الراليات في المملكة محمد عثمان حائل التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي القرني بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديدة وهنأ سمو أمير منطقة المدينة المنورة اللواء القرني بهذه المناسبة راجيا من الله تعالى له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياضة بمدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس خالد الصنعة واستمع سمو إلى شرح عن البرامج والأنشطة والخدمات التي يقدمها فرع الوزارة بالمنطقة بالإضافة إلى البرامج والخطط المستقبلية التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية برئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر أرزيزة وأكد نائب أمير المنطقة الشرقية على اهتمام القيادة الرشيدة بالأوقاف لتقوية التكافر الاجتماعي وتعزيز التنمية الاقتصادية مثمنا دور اللجنة في تشجيع أهل الخير والقطاعات الخاصة والتوعية بأهمية الأوقاف كما التقى سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بوزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان وأكد سموه خلال اللقاء أن القيادة الرشيدة حريصة كل الحرص على دعم التعليم وتطويره مثمنا جهود الوزارة في خدمة الطلاب والطالبات التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن ميقرن ابن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل رئيس جمعية درب الدكتور عبدالله القويز واطلع سموه خلال لقائه على فكرة تأسيس الجمعية وأبرز أهدافها وخططها المستقبلية من جهته أوضح الدكتور القويز أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في مجال مسارات ورحلات المشي ودورها التعريفي بالمواقع السياحية معربا عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائب على الدعم والمساندة للجمعية وبرامجها نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار وخادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدها اليوم معرض المشاريع الصغيرة صونع بيدي في نسخته السادسة عشر والذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيزة ويستمر لمدة خمسة أيام بمركز الملك فيصل للمؤتمرات وتجول سموه في المعرض الذي يضم أكثر من 164 مشروعا في أقسام متنوعة تشمل قسم الرسم والمرأة والأزياء والمنزل والغذاء والتغذية والمطبوعات والهدايا والتصوير والمنتاج والألعاب التعليمية عمل عليها 230 طالبا وطالبة من رواد المشاريع الصغيرة الراغبين في الانطلاق إلى سوق العمل من مختلف الجامعات السعودية لإثراء المنتجات المحلية بصناعة وطنية عالية الجودة ورفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وأشهد سموه بمشاريع المشاركين الصغيرة ومواهبهم وبما شاهده من أعمال مشرفة من أبناء وبنات هذا الوطن يعد مسجد الغمامة أحد أهم المواقع التاريخية بالمدينة المنورة والذي تم الانتهاء من أعمال تطويره وتهيئته للزائرين حيث يتميز بقرب موقعه من المسجد النبوي الشريف تفاصيل أو سعي التحقب بنا من هناك مراسل أخبار السعودية من المدينة المنورة الزميل مصطفى عباس مصطفى بداية أهلا بك في هذه النشرة مصطفى يعني هذا المسجد هو أحد المواقع التاريخية بالمدينة والذي تم الانتهاء من أعمال تطويره وتهيئته للزائرين حدثنا عن هذا المسجد وتاريخه أهلا بك عبد الرحمن وبالسهر الكرام والمشاهدين أصدر الله وقاتكم بكل خير لا شك اليوم عبد الرحمن المدينة المنورة ولله الحمد تنعم باحتضانها العديد من المعالم النبوية والآثار منها المساجد ومنها أيضا المصليات الخاصة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى العديد من المواقع التاريخية الأخرى مثل الآبار النبوية أيضا اليوم المدينة المنورة تشهد تطوير لهذه المواقع التاريخية وإعادة تفعيلها وإحيائها من جديد وأصبحت متاحة للزوار من جملتها هذا المكان الذي أقف معكم به الآن وهو مسجد الغمامة أو يعرف أيضا بمسجد المصلة له قصة نبوية عظيمة وأيضا يتميز هذا المسجد بقربه من المسجد النبوي الشريف إذ تم الإعلان عن الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة الخاصة به وأصبح له متاحا للزوار يوميا من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء ليستلموا سيرة النبوية العطرة من هذه الأماكن التاريخية لنتعرف أكثر عبد الرحمن والسادة الكرام المشاهدين على قصة هذا الموقع وعن الآثار الحميدة من خلال زيارة المواقع التاريخية بالمدينة المنورة للحديث عن ذلك نضمعي الأستاذ الدكتور محمد الشيباني وهو مدير قطاع التواصل العلمي والثقافي بمركز بحوث ودراسات المدينة المنورة دكتور محمد نرحب بكم عبر أخبارها السعودية اليوم نحن نتحدث عن مساجد نبوية صلى بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعن قصص عظيمة لو تحدثني عن قصة مسجد المصلة أو مسجد الغمامة كما يعرف به سابقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المنبي ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحن نقف الآن في مسجد عظيم من المساجد النبوية مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم ومرتبط صحابه رضي الله عنه وهو مسجد المصلة حيث أنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم مسجده والمسجد النبوي حينما بأمر إلهي فكان إذا جاءت صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء يتوجه إلى هذا المكان لأنها كانت فلاته من الأرض في مكان يعني برح ليس فيه بناء هذا المسجد يقام له منبر فكان يصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء ولذلك كان هذا المسجد يقع إلى الغرب أو الجنوب الغربي من المسجد النبوي بحوالي خمسمائة متر يقع على شفير وادي بطحان حيث من الجهة الغربية وادي بطحان يقع أيضا شماله السوق النبوي وسوق المدينة فيما بعد يقع أيضا بقيع الخيل وهو الخيل حينما كانت تباع في عيد النبي والسلام وفي عادة الصحابة في القرن الأول الهجري كانت تباع في هذا المكان بجوارنا لما جاء عمر عبد العزيز رحمه الله أمير المدينة من سنة سبع ثمانين إلى ثلاثة تسعين وبنى وأقام بناء المسجد النبوي من جديد طبعا بأوامر من الخليفة الوليد عبد الملك قام عمر عبد العزيز فتتبع المواطن النبوية مواطن المسجد النبوية فأعادها بالحجارة المطبقة من ضمنها هذا المسجد الذي يسمى مسجد المصلة ولكن طبعا مع الزمن تهدم هذا المسجد مع طول الزمن ونجد في سنة 761 على يد السلطان الحسن بن محمد بن قلعون السلطان المملوكي يعيد إنشاءها للمسجد من جديد وكان طوله حوالي أربعة عشر ستة وعشرين متر في أربعة أمتار وأيضا هناك بهو خارجي في حوالي ثلاثين في خمسة عشر نجد بعده بأمئة سنة جدده السلطان أنيال المملوكي في سنة 861 نجد أنه عيد بناءه من جديد في عهد السلطان العثماني عبد المجيد الأول في سنة تقريبا ما بين 64 إلى 74 هجر 1264 إلى 1274 نجد أيضا السلطان عبد الحميد أيضا قام بالترميم ونجد في العهد السعودي عيدة ترميم هذه المساجد من جديد وتمت المحافظة قدر المستطاع على الشكل الخارجي وعلى الأثر كما هو بحيث أنه لم يتأثر ولم يتغير ولكن جدد بشكل جميل كما نراه اليوم في غاية الروعة والبناء والنظافة إلى ما سوى ذلك دكتور محمد ما هي الآثار الحميدة من خلال زيارة هذه المواقع التاريخية والمساجد التي مرت بالقصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية ارتبطت وجدانيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم ارتبط الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذن المسلمون كلهم يرتبطون بالنبي صلى الله عليه وسلم هناك آيات القرآن تنزل في هذه المدينة النبوية هناك تشريع هناك قصص هناك قزوات هناك أحداث عظيمة جدا في عهد النبوي فلا يكاد يمر شبر أو يعرف شبر في المدينة إلا وله تاريخ مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم أو مرتبط بالخلفاء الراشدين أو بالصحابة رضي الله عنه إذن هناك تاريخ يحكى في داخل المدينة تاريخ يتحرك في داخل المدينة أينما تحركت في داخل المدينة ستعرف التاريخ ستشاهد التاريخ لذلك هذا المسجد يمثل حلقة مهمة من حلقات التاريخ النبوي التاريخ المسلمين تاريخ الإسلام تاريخ الصحابة رضي الله عنه فحين الزيارة يرتبط الحاج أو الزائر لهذا المسجد يرتبط مباشرة بأن هذا المكان صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العدين صلاة الاستسقاء وتتبعه بعد ذلك الخلفاء الراسدين وخلفاء بني أعل وأمارة بني أمية وغير من الأمارة عبر التاج إذن جزيلا شكرا لضيفي وضيفكم العزيزة للسادة الدكتور محمد الشيباني وهو مدير قطاع التواصل العلمي والثقافي بمركز بحوث ودراسات المدينة المنورة عبد الرحمن لا شك هذا المسجد اليوم الذي يعتبر أحد أهم المواضع التاريخية في المدينة المنورة هو واحد من ضمن مجموعة من المساجد التاريخي والنبوية والمصليات التي صلى بها رسول هدى صلى الله عليه وسلم وبإذن الله تعالى في الأسبوع القادمة والشهور القادمة سوف نشاهد أيضا اتتاح للمشاريع الأخرى التاريخية إذ يبلغ قاعدة إجماليها أكثر من مئة موقع ومشروع تاريخ يتم الآن الانتهاء من عمال تطويره ليكون متاحا للزائرين وأيضا ليعطي إثراء لتجربة زيارة المدينة المنورة بكامل مرافقها وماكنها التاريخية هذا كل ما دي عبد الرحمن من هنا من هذا الملف التاريخ يعود لكم جدا بالصوت والصورة إذن كل شكر وتقدير لمراسل الأخبار السعودية من المدينة المنورة الزميل مصطفى عباس وضيفي الكريم متحدثا عن الانتهاء من أعمال تطوير وتهيئة مسجد الغمامة بالمدينة المنورة شكرا لك اختتمت اليوم في الرياض أعمال واجتماعات اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات لدول مجلس التعاون الخليجي في دورتها السابع والعشرين حيث تم إطلاق الجائزة البحثية لاستشراف التقنية والاقتصاد الرقمي وذلك بهدف المساهمة في تنمية الاقتصاد في مجالات التقنية الحديثة والناشئة للاستفادة منها في تطوير سياسات وتشريعات الاقتصاد الرقمي كما أكد الاجتماع على أهمية تحفيز نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة ودعم الرياديين والمبتكرين انطلقت اليوم في الرياض أعمال اجتماعات الجمعية العمومية الثانية لمنظمة التعاون الرقمي حيث تناقش الدول الأعضاء الخططة والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الازدهار الرقمي لدى جميع الدول وسيكون اجتماع الجمعية العمومية الثانية هو أول اجتماع حضوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمية وللمزيد من التفاصيل انضموا معنا من الرياض مراسل الإخبار السعودية الزميل سهل الغامي سهل بداية أهلا بك سهل حدثنا بتفاصيل أكثر عن أعمال اجتماعات هذه الجمعية العمومية الثانية لمنظمة التعاون الرقمي مساء الخير تحالك ولساد المشاهدين الكرام بالفعل اختتمت قبل قليل أعمال الجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي المنعقد هنا في العاصمة الرياض وهو ثاني اجتماع حضوري لهذه المنظمة منذ أن أسست المملكة وهي شريك مؤسس وشريك رئيسي في هذه المنظمة ومقر هذه المنظمة هو في العاصمة الرياض بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة وسعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديما لحيا وعدد من مع أصحاب المعالي الوزراء من الدول الأعضاء الثلاثة عشر في هذه المنظمة هذا الاجتماع اختتم قبل قليل الآن يعقد مؤتمر صحفي سيعلن خلال هذا المؤتمر ستعلن الأستاذة ديما لحيا وهي الأمين العام لمنظمة عدد من القرارات والخطوات والخطط والاستراتيجيات لهذه المنظمة للفترات القادمة المؤتمر الصحفي مازال مستمر حتى الآن وسنكون في الوقت القادم إن شاء الله لعرض هذه النتائج لهذا المؤتمر إذن كل شكر وتقدير للمرأس الأخبار السعودية متحدثا عن أعمال الاجتماعات الجمعية العمومية الثانية لمنظمة التعاون الرقمي شكرا لك دعا تهيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يناير الماضي وذلك في موعد أقصى الثاني عشر من شهر فبراير الجاري وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها الضريبية عبر موقعها الأكتروني وذلك تجنبا لغرامة التخلف عن السدادة في المدة المحددة كشفت شبكة إيجار أن إلغاء العقد الإلكتروني للإيجار يكون إما بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر أو بأمر قضائي وشددت الشبكة على التزام المستأجر بدفع قيمة الأجرة في المواعيد المتفق عليها في حين أن أقل مدة لإبرام العقود هي ثلاثة أشهر وأن أقصى مدة تصل إلى ثلاثين عام فيما يتم إبرام العقد الإلكتروني من خلال وسيط عقاري وبموافقة الأطراف أعلنت دارة مرور المنطقة الشرقية وبالتنسيق مع وزارة النقل بالمنطقة أنه سيتم إغلاق طريق الرياض الدمامة من تقاطع طريق أبو حدرية حتى تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد وذلك على عدة مراحل ابتداء من اليوم الأحد حذر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تنشر الوثائق والمعلومات الحكومية السرية فضلا عن تسريبها يعد مخالفة صريحة لمجمل الأنظمة واللوائح والقوانين كما سيتعرض مرتكبها للعقوبة العظامية تشارك خمس جامعات سعودية في الدورة الرياضية التاسعة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول الخليج من الرابع حتى العاشر من فبراير وتقام هذه المنافسات في ست رياضات بمشاركة أكثر من ألف متنافس يمثلون 22 جامعة بمشاركة خمس جامعات سعودية انطلق حفل افتتاح النسخة التاسعة من الدورة الرياضية لجامعات ومؤسسات التعليم العالي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أهم أهداف هذه البطولة هي تعزيز أوجه التعاون مع مؤسسات التعليم العالي في دول المنطقة الخليجية وغرس غيم ومبادئ المنافسة الشريفة في نفوس وعقول طلابنا وشبابنا شاركنا بوفد مكون من أربع العاب يعني لعبة مشاركة في أربع العاب وحنا هنا جينا أولا الصحيح أننا ننافس لكن ما في عندنا خاسرة وفايز هنا بين أخوان الخليجيين كنا فايزين من مجرد وجودنا في هذه البطولة نعتبر كلنا فايزين كلنا أخوان تقام المنافسات في ست رياضات تتضمن كرة القدم والبادل والسباحة وتنس الطولة والجريف البدمار والكرة الطائرة جايين نلعب في الدورة التاسعة لبطولة الجامعات الخليجية جايين نحتك جايين نشوف جايين نشوف كيف البطولات كيف البادل مستوانة بيننا وبين اللعيبة بيننا وبين الجامعات أول شي هي تاخذ مستوى بعيد للطالب أول شي من الجانب الذهني هي مفيدة جدا للطالب أن يخرج خارج دائرة الاختبارات وتأخذ جانب رياضي أن تكون ضغط الاختبارات اللي أنت واجهة تقدر تطلع منه بأكثر من صورة أشكر جامعة ملك فهد بن بطولة المعادن على إتاحة الفرصة لأننا بعد سنين طويلة من الانقطاع في جانب الرياضي في البطولات الرياضية وخاصة الخليجية وبإذن الله نمثل البلد ونمثل جامعة أفضل تمثيل ونطلع بجائزة طيبة بإذن الله الأول والثاني بإذن الله تنظم البطولة جامعة حمد بن خليفة بالشراكة مع أكاديمية سباير على مدار سبعة أيام تحت قبة هذه الأكاديمية يتبار أكثر من ألف متنافس من 22 جامعة تنطلق غدا الأثنين أعمال النسخة الثانية من المؤتمر التقني الأضخم عالميا لبث العاصمة الرياضة بعنوان نحو آفاق جديدة هذا المؤتمر يتناول الاقتصاد الابتكاري والتقنيات المالية والمدن الذكية إضافة إلى مستقبل الطاقة والتقنيات التعليمية ودعم الشركات الناشئة بحضور أكثر من سبعمائة متحدث من أكثر من خمسين دولة وبمشاركة تسعمائة شركة عالمية ومحلية مهرجان الكليجة الرابع عشر ظهر هذا العام بصورة مختلفة ومميزة من خلال تنوع فعالياته وتعدد برامجه ويعد جناح بريده المبدعة الذي يقدم الأطباق القصيمية الشعبية أحد أبرز أجنحة المهرجان ممثل الطبق السعودي بهيئة فنون الطهي عبدالعزيز الحفيتي نجح بقيادة الجناح وقدم الكليجة والقرصان والجريش والفريك والحنيني والكشد بطرق إبداعية نالت استحسان الحضور هلا والله هلا فيكم في ركن بريده المبدعة في فن الطهي عندنا الأكلات الشعبية تقدم مذاق للزوار في الشكل الجديد والمذاق الموروث القديم الأطباق اللي انقدمة القدوع التمر والفريك وحنيني والقشد الأطباق الشعبية والأطباق السعودية الجريش والقرصان وعندنا بورقر الرز وبيتزا الرز كلها الأطباق هذه تقدم الزوار وضيوف المهرجان وكانت مدينة بريده قد حجزت مقعدا لها ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في مجال فن الطهي وحققت المركز الأول محليا وخاليجيا في هذا المجال خالد الربعي بريده إذن نشاهدنا قبل قليل المنتجات في بريده وهذا السوق المتنوّل نواصل نشرت الظهيرة حيث أنهت شركة المياه الوطنية ممثلة في القطاع الجنوبي تنفيذ مشروع محطة المعالجة ومشروع خطوط وشبكات الصرف الصحي في حيي الحزم والغوث بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة وبينت الشركة أن المشروعين البيئيين تجاوزت تكلفتهما لجمالية 128 مليون ريال وستعمل كمرحلة أولى بطاقة 6250 أمتار مكعبة يوميا كما نفذت خطوطا وشبكات بلغت أطوالها أكثر من 65 كم طوليا وأوضحت أن هذه المشاريع تأتي بهدف تأسيس منظمة الخدمة في قطاع الخدمات البيئية بالمنطقة وزيادة نسبة التغطية وتحسين الكفاءة التشغيلية ورفع الضرر البيئي سجلت حائل وطريف اليوم أدنى درجة حرارة في المملكة بدرجتين مئويتين فيما سجلت تبوك ثلاث درجات مئوية ثم سكاكا بأربع درجات وبحسب المركز الوطني الأرصادة تشهد معظم مناطق المملكة طقصا باردا مع فرصة التكون الصقيع على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل في حين يستمر التأثير الرياح النشطة على أجزاء من تلك المناطق وأجزاء من مناطق الباحة مكة المكرمة المدينة المنورة وكذلك الأجزاء الغربية من منطقتين الرياض والقصيمة عند علماء الأرصاد الجوية ينتهي فصل الشتاء في يوم واحد من شهر مارس لذلك بقي 23 يوم على انتهاء فصل الشتاء أرصادية في هذه الفترة ونهاية التقلبات الجوية تكثر التقلبات الجوية بشكل واضح ومنحوظ خاصة في الفترات الانتقالية ما بين فصل وفصل وهذا ما تعيشه أجواء المملكة فأسبوع دافئ وأسبوع بارد بشكل واضح ومنحوظ الأسبوع السابق كان دافئ نوعا ما خاصة على السوحة الغربية ومنطقة الرياض ومناطق الشرقية هذا الأسبوع إن شاء الله تستمر البرودة خاصة على المناطق الشمالية من المملكة هذا اليوم صدنا درجة الحرارة في طريف درجتين مئوية هي أقل درجة حرارة سجلناها في المملكة فجر هذا اليوم على مناطق شمال المملكة تكون الصقيع في ساعات الصباح الباكر على معظم المناطق الشمالية خاصة في الحدود الشمالية من المتوقع استمرار الأجواء باردة على مناطق شمال المملكة كذلك الحال على المناطق الشرقية خاصة الشمالية الشرقية في العاصمة الرياض تصل درجات الحرارة إن شاء الله تعالى إلى 10 درجات مئوية لو نلاحظ عن انخفاض درجات الحرارة كان الأسبوع السابق 15 إلى 16 درجة مئوية هذا الأسبوع ونهاية الأسبوع متوقع أن تعاود درجات الحرارة إلى أقل من 10 درجات مئوية قد تصل إلى 7 درجات مئوية الضباب متواجد إن شاء الله تعالى على المرتفعات وقمم بالجبال في جزان والباحة ومنطقة عسير كذلك الحال مرتفعات منطقة مكة المكرمة في الطائف ونتوقع بإذن الله تعالى تنشط الرياح الشمالية والشمالية الغربية في نهاية الأسبوع وتثير معها بعض الأتربة والغبار ولا يشتبع تكون عواصف رملية بسبب الفروقات في درجات الحرارة وتقارب خطوط الضغط الجوية وبالتالي تتكون العواصف الرملية مع سرعة الرياح قد تصل إلى حوالي 40-45 كم في الساعة وتكون اتجاهة الرياح الشمالية إلى شمالية غربية بشكل عام على درجات حرارة إن شاء الله تعالى متوقع هذا اليوم في مكة المكرمة في محافظة بيشة وفي شرورة بحدود 30 درجة مئوية هذا والله تعالى أعلم في جدة يسدل الستار اليوم عن منافسات النسخة الخامسة من بطولة السعودية الدولية للغولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة والمقامة على ملعب رويال جرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشهدت البطولة مشاركة المحترفين السعوديين عثمان الملة وفيصل سلهب إلى جانب أبرز النجوم في اللعبة في حين انسحب الأمريكي داستين جونسون الفائز بنسختين عام 2019 و2021 والمحترف السعودي سعود الشريف بسبب الإصابة يذكر أن اللاعبين تنافسوا جميعا إلى جانب مجموعة من لاعب الجولة الأوروبية والأمريكية ونجوم المستقبل في ساحة الغولف الأسيوية للحصول على لقب البطولة هو أكبر حصة من مجموعة جوائزها والبالغة 85 ملايين دولار أمريكي والتي تعد من أكبر جوائز بطولات الجولة الأسيوية من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية انضم إلينا مراسل أخبار السعودية الزميل عبدالعزيز دريس عبدالعزيز بداية أهلا بك عبدالعزيز هذه البطولة شاهدت مشاركة كبيرة لللاعبين المحترفين السعوديين إلى جانب مجموعة من لاعب الجولة الأوروبية والأمريكية وكذلك نجوم المستقبل في ساحة الغولف الأسيوية للحصول على لقب هذه البطولة حدثنا عن هذه المشاركة للمحترفين السعوديين وأيضا المشاركة لللاعبين المحترفين من أوروبيين نعم في بداية مساء الخير عليك عبدالرحمن وعلى مشاهدين أخبار السعودية العزالة تضيئتنا مستمرة هنا من ملعب ونادي رويل جينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ونحن في ختام بطولة السعودية الدولية للغولف التي تعتبر أول بطولة في الجولة الأسيوية وهي أيضا أول بطولة في هذا العام حتى الآن يستمر تصدر المكسيكي إبراهام أنسر وهو تصدر من بداية البطولة من يوم الخبيث أيضا هذه البطولة التي شهدت مشاركة تسعة لعبين عرب منهم ثلاثة لعبين سعوديين لتعرف أكثر على ختام هذه البطولة طبعا بعدما يقارب الساعة من الآن ستختثم بإذن الله هذه البطولة ويصدر الستار على بطولة السعودية الدولية للغولف يلتحك معي بهذا اللحظات سعادة الأستاذ وليد معاذ وهو المستشار العام لغولف السعودية ترحبك أستاذ وليد وكلمنا أكثر عن هذه البطولة وعن ختامها ونهنئكم أيضا على نجاحنا أولا نشكر لكم من الصدافة الحمد لله اليوم الأول الخير من البطولة لأبدلنا الساعة بعد المسابقة والحمد لله في تنافس شديد مازال متصدر في قريبان كثير من المدابسين الحمد لله وكانت البطولة على مستوى الفني جدا عالي منافس جدا عالي بالإسماء مرة كبيرة والحمد لله مستوى التنظيم الارتباع الحضور أكثر زي ما اتفضلت فيه تسع لعبين عرب في الموسم هذا والحمد لله كان منهم مثلا للسعودين عدوا نتائج مرضية لحد كبير لكي تطلعوا أن تكون جاجة الله نعم أيضا مستقبل اللعبين السعودية في بطولة المستشاهد إن شاء الله محترفين أكثر في الأطواة القادمة طبعا الآن التركيز على النخبة التي عندها الآن كالمحترفين عمل تطويرهم رغع مستوى من التمثيل للمملكة العربية السعودية في عدد من المحافل الدولية والإقليمية للمحترفين طبعا فيه ففرزات المحترفين والمحترفات لكن نحاول نأخذها في تدريج يتناسب مع التطويرهم بشكل صحيح لحتى يكونوا متنافسين على المستوى سنة بعد سنة مشاهد تطور زيادة شعبية رياضة الجولف في المملكة نحن نبقى فيها فخار فخارين كثير كمنظومة لإدحاد السعودية للغولف بشكل صحيح للغولف بلأسس المعالي أستاذ آسان رميان الهداف المنصوبة عندنا هي خلق لعبة مميزة وفيها تنافس عالية على مستوى عالمي فإن شاء الله هي مجرد بداية إن شاء الله القادم يكون أفضل وأحسن سواء على مستوى التنظيم والبطولات ومستوى اللعب السعودية في جولف شكرا لك شكرا لك حتى الآن وبانتظار الفائز في هذه البطولة إن شاء الله بعد ساعة نلحب إذن كل شكر وتقديل لمراسل أخبار السعودية زميل عبدالعزيز إدريس من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية متحدثا ووظيفه الكريم عن منافسات النسخة الخامسة من بطولة السعودية الدولية للغولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات الآمنة سنكون معكم عبدالعزيز شكرا لك أعلنت وزارة الرياضة اليوم إقامة نزال الحقيقة للملاكمة في السادس والعشرين من الشهر الحالي الذي سيقام على حلبة الدرعية ويجمع بين الملاكمين الأمريكي جيكبول ومنافسه البريطاني توم فيوري في حدث تنظمه الوزارة بإشراف الاتحاد السعودي للملاكمة ويأتي ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية ويعد هذا النزال الثالث الذي تستطيف السعودية في رياضة الملاكمة إذ كان أول نزالات بين البريطاني جوشوا ومنافسه المكسيكي روز على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل الملاكمة عام 2019 على حلبة الدرعية التاريخية ثم وقيمة نزال البحر الأحمر في جدة بين البريطاني جوشوا والأكراني أوسك في العام الماضي ينظم فرحية الهلال أحمر السعود بمنطقة حائل برنامج الاستجابة في البيئات النائية وهو أول برنامج طبي متخصص يشمل التدريب على طرق الاستجابة للحوادث والإصابات في المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها بسبب عورة المكان لتفاصيل أكثر نضم معنا زمينا عبدالي الغرير من مقر إنعقاد الدورة بين جبال وصحرى منطقة حائل عبدالعزيز بداية أهلا بك في هذه النشرة عبدالعزيز أطلعنا أكثر على هذا البرنامج برنامج الاستجابة في البيئات النائية جميل عبدالرحمن أمسي عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام طبعا أتواجدنا الآن في شمال غرب منطقة حائل بين جبال أجا وحقيقة هذا البرنامج الذي ينظمه فرحية الأحمر السعودي بمنطقة حائل في الأماكن أو الاستجابة في الأماكن النائية هناك دورات حقيقة من تقدم لعدد من المسعفين في هذا المكان لتعلم أو التدريب على أسعاف الحالات في الأماكن النائية وللحديث أكثر حول هذا البرنامج يسعدني أن أستضيف معي الدكتور محمد توجري وهو مدير عام الشؤون الطبية بهيئة الهلال الأحمر السعودية مسي عليك بالخير دكتور محمد ورحبك معنا في نشرة أخبار السعودية دعنا نتحدث عن هذا البرنامج وفكرة هذا البرنامج وماذا تقدمون للمسعفين يا أهلا وسهلا فيك رحب فيك ورحب في الضيوف والسادة المشاهدين يمكن البرنامج هذا أحد البرامج النوعية لطورتها هيئة الهلال الأحمر للاستجابة في البيئات النائية والاستجابة الإسعافية في البيئات النائية وهذا أحد البرامج النوعية لأننا لاحظنا أن طبيعة المملكة ومختلف التضاريس اللي فيها وأيضا استجابتنا الإسعافية تكون ليست دائما في داخل المدن أو وجود الخدمات المتقدمة فيها فبالتالي طورنا البرنامج هذا أحد البرامج النوعية على مستوى العالم بحيث أننا ندرب مسعفيننا على الاستجابة في البيئات هذه طيب نتحدث أيضا عن المشاركة أنت ذكرت لي أن هناك مشاركات من دول عربية وخليجية في هذا البرنامج صحيح طبعا أننا البرنامج هذا قدمناه لأكثر من مرة سابقة السنة هذه قدمنا البرنامج بالمشاركة مع الجهات داخل المملكة وخارج المملكة فمن داخل المملكة تشارك معنا الشؤون الصحية وكذلك الدفاع المدني وأيضا من خارج المملكة هناك مشاركين من الجهات الشقيقة من جمعيات هلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي من عدة دول حقيقة هم مشاركين معنا مشاركة كمتدربين معنا لتقديم هذا النوع من الدورات لهم جميل طيب هناك دورات أنا شاهدت أن هناك دورات في هذا المخيمات ولكن ماذا نتحدث عن التطبيق الفعلي والعملي في وسط هذه الجبال وفي هذه البيئات البعيدة المقطعة عن الإرسال صحيح طبعا يمكن ترتيب أو تقسيم هذا النوع من الدورات هو محاكاة للواقع الفعلي نحن ما نقدم فقط دورات نظرية الدورة النظرية جزء من المحاضرات التي نقدمها ولكن الأغلب هو تطبيق عملي فنحن الآن موجودون في بيئة نارية فعليا ندرب الزمل المشاركين المتدربين معنا على كيفية التعايش مع البيئة هذه سواء بالحفاظ على أنفسهم أو الحفاظ على المجتمع الذي هم مشاركين معه وحتى لو كانوا مسؤولين عن تقديم الخدمة الأسعافية زي ما هو موجود عندنا في إهلال الأحمر السعودي كيفية نتعامل مع الإصابات في هذه البيئات ما هي الأنواع الإصابات المتوقعة وأنواع الأمراض التي يمكن يواجهونها وكيفية التعامل معها حتى في ظل وجود نقص في المواد الطبية الموجودة لديهم كذلك موضوع الاستجابة وطريقة التعامل مع الحالات في النقل للمسافات البعيدة البيئات النائية دائما تكون بعيدة عن أقرب منشآت صحية تقدم خدمات عالية للجودة فبالتالي لازم يكونون المسافين وتدربين على نوع مختلف من المهارات بحيث يستطيعون تقديمها للمصاب أو المريض لا قدر الله حتى وصولهم إلى رعاية عالية شكرا لكم دكتور وانتمنى لكم التوفيق في هذا البرنامج واستكمال طبقية البرنامج في الأيام القادمة شكرا لك شكرا جزيلا لكم وشاكل لكم الاستضافة الله أعطيكم العافية جميعا إذن عبد الرحمن مثل ما شاهد كان هذا حديث الدكتور محمد تويجري مدير عام الشؤون الطبية بهيئة الهلال الأحمر السعودي تحدث عن هذا البرنامج في هذا المكان شمال غرب منطقة حال طبعا البرنامج عبد الرحمن بدأ يوم أمس ويستمر اليوم إلى يوم غد لمدة ثلاثة أيام مثل ما ذكر بمشاركة ضيوف من دول حقيقة خليجية وأيضا عربية في هذا المكان محاكاة للواقع من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودي نعم عبد الرحمن إذن عبد العزيز يعني يشكر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي منطقة حالة على تنظيم مثل هذه البرامج خصوصا يعني فيها مشاركة عربية وخليجية من ضمن يعني المشاركين في هذا البرنامج وأعتقد عبد العزيز أول برنامج طبي متخصص صحيح في هذا المجال صحيح نعم أول عبد الرحمن البرنامج مثل ما ذكره لي وذكر للدكتور محمد تواجري أنه قيم مسبقا حقيقة في تبوك وهو الآن يعني يقام للمرة الثانية في منطقة حائل وارتعوا أن يكونون يعني بين جبال أجا في هذا المنطقة النائية حقيقة ممكن من خلف ترى عبد الرحمن المخيمات نحن لم نستطع أن نكون من هذا الموقع لأنه لا يوجد حقيقة إرسال اضطرينا أن نكون في هذا الموقع ويكون يعني من خلفنا من بعيد لعل تظهر الصورة لأجل أن نكون يعني على اتصال معكم عبد العزيز يعني معناته أن عقاد هذا البرنامج هو يواكب يعني البرنامج بمسمى لاستجابة في البيئات النائية كل شكر والتخدير لمراسل أخبار السعودية من حائل الزميل عبد العزيز الغرير وضيفه الكريم شكرا لكم جدد مستوطنون عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تواصل انتشارها في البلدة القديمة بالقدس على أبواب الأقصى في السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال شابا وسيدة فلسطينية بعد الاعتداء عليهما بالضرب على حاجز عسكري في القدس المحتلة توفي اليوم الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف في مستشفى بمدينة دبي بعد معاناة طويلة مع المرضى وحكم مشرف باكستان لقرابة عشر سنوات بعد توليه السلطة في انقلاب أبيض عام 1999 وفي عام 2008 تنحى مشرف عن السلطة بعد معارضة واسعة لحكمه ومساءلة من قبل البرلمان بغراضي عزله عبر رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري مايك رودغريزر عن قلقه من إقرار إدارة الرئيس جو بايدن بالسماح لمنطاد التجسس الصيني عبور الولايات المتحدة واتهم الإدارة الأمريكية بأنها كانت تأمل في إخفاء فشل الأمن القومي عن الكونغرس والشعب الأمريكي مؤكد أنه يجب على الولايات المتحدة أن تظهر قوتها لردع الصين وأن هذا الفشل مثال آخر على ضعف إدارة بايدن وفي تبعات إسقاط المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولانيا الجنوبية أعربت الصين عن استياءها الشديد واحتجاجها على إسقاط المنطاد مؤكدة أن واشنطن بالغت في ردة فعلها وأنها تنتهك الممارسات الدولية محذرة من أنها تحتفظ بحقها باعتخاذ أي خطوات تراها ضرورية للرد جرد الرئيس الأوكراني فولو ديميل زلينيسكي العديد من السياسيين ذوي النفوذ السابقين من الجنسية الأوكرانية في أحدث خطوات لتطهير البلاد من التيارات الموالية لروسيا وقال وقعت على الوثائق ذات الصيلة لحماية وتطهير الدولة من الموالين لموسكو الذين يحملون جنسية مزدوجة أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مديفيدف أن القرم هي روسيا والهجوم عليها يعني هجوما على روسيا وتصعيدا للنزاع وأكد أنه في حال حاولت القوات الأوكرانية الهجوم على القرم فالرد سيكون انتقاميا مشددا أن الرد الروسي سيحرق كل ما تبقى تحت حكم كيف وفق تعبيره تنطلق غدا لاثنين أعمال النسخة الثانية من المؤتمر التقني الأضخم عالميا لفي العاصمة الرياضة بعنوان نحو آفاق جديدة هذا المؤتمر يتناول الاقتصاد الابتكاري وكذلك التقنيات المالية والمدن الذكية إضافة إلى مستقبل الطاقة والتقنيات التعليمية ودعم الشركات الناشئة بحضور أكثر من 700 متحدث من أكثر من 50 دولة وبمشاركة 900 شركة عالمية ومحلية تستعد وزارة الثقافة المشاركة في مؤتمر قمة الحوكمة الرقمية خطوة 2023 والذي سيقام غدا في واجهة الرياض بمشاركة الشركات التقنية الأكثر ابتكارا في العالم إضافة إلى صناديق الاستثمارات المحلية والعالمية ورجال الأعمال في الأسواق التقنية وستستعرض الوزارة من خلال مشاركتها في جناح السعودية الرقمي عددا من التقنيات الناشئة والحديثة والتي أطلقتها الوزارة لخدمة القطاع الثقافي في المملكة وللحديث عن مؤتمر لبو آخر استعدادات لانطلاقه ينضم إلينا من مراسلنا من الرياض الزميل خالد التميمي خالد بداية أهلا بك في هذه النشرة خالد حدثنا عن هذا المؤتمر هذه المشاركة الواسعة هذه يعني ما سيناقش في هذا المؤتمر هناك 700 متحدث مشاركة لنقول محلية خليجية دولية حدثنا بتفاصيل أكثر عن هذا المؤتمر الأضخم نعم تحية طيبة لك عبد الرحمن والاستاذ المشاهدين بالفعل من هنا من مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات تتواصل الاستعدادات لانطلاق أضخم مؤتمر تقني في العالم بداية من يوم الغد إلى 9 فبراير مؤتمر ليب بنسخة الثانية كما ذكرت عبد الرحمن أكثر من 700 متحدث وأكثر من 100 ألف خبير وتقني ومهتم بالتقنية من أكثر من 200 دولة من مختلف دول العالم سيجتمعون وستتوحد كلمتهم فيما يتعلق بالقطاع التقني بداية من يوم الغد الاستعدادات هنا كما تراها عبد الرحمن تجري على قدم وساق من أجل هذا المؤتمر التقني لعل يأخذ تفاصيل أوسع حول هذه الاستعدادات مع ضيفة الدكتورة أماني الشاوي وأنت نائبة رئيسة مدينة الملكة عبد العزيز للعلوم والتقنية لقطاع الاستراتيجية والتمييز المؤسسي ورحب فيك دكتورة ونتكلم اليوم عن هذه النسخة الثانية ونتكلم معك عن الاستعدادات والتجهيزات التي تسبق هذا المؤتمر أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله وشكرا على استضافتكم طبعا اليوم نستعد للافتتاح الرسمي غدا بإذن الله المؤتمر ليب 23 اللي هو النسخة الثانية المؤتمر ليب المؤتمر هذا جاء بتشجيع ودعم مباشر من قيادة المملكة العربية السعودية سمولي العهد ودعمهم لقطاع التقنية وقطاع التحول الرقمي بشكل جدا كبير أيضا يأتي هذا المؤتمر لتواكب المملكة العربية السعودية التغييرات المتسارعة حول العالم في مجال التقنية وكذلك لتحقيق مستهدفاتنا بإذن الله تعالى الرؤية 2030 المملكة العربية السعودية اليوم التحول الرقمي فيها هو عبارة عن سوق يعمل فيه أكثر من 340 ألف شخص من المواهب الواعدة كسيدة أفخر بأنه تم فيها تمكين السيدات بنسبة 30% وهي نسبة تتجاوز ما تم كأفريج في الاتحاد الأوروبي كذلك في مجموعة دول العشرين وكذلك في السيليكون فالي المملكة العربية السعودية اليوم تعتبر من أكثر عشر دول ينمو فيها بشكل متسارع التحول الرقمي والتطور في مجال التقنية في كل المجالات دكتورة أتكلم معك اليوم المملكة تسعى إلى الوصول إلى 3% في قطاع التقنية من الناتج المحلي السنوي لكن أتحدث معك اليوم كيف ترين أو كيف تقرأين المشهد التقني في المملكة طبعا عندنا في المملكة العربية السعودية لو نظرنا إلى جميع المجالات المختلفة في التقنيات الواعدة التقنيات المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي المحتوى المفتوح في مجالات تقنيات الفضاء التقنيات الصحية الكمية في مجال الابتكار أيضا في مجال التقنية نجد أن المملكة العربية السعودية أولتها اهتمام جدا كبير ويمكن أسهل وأبسط مثال هو المؤتمر الذي نحن اليوم وقفين وجلسين نستعد له حيبتدي غدا بإذن الله تعالى من أهم المهام اللي يأديها المؤتمر ويحقوا الأهداف اللي يحققها مثلا لم نتكلم عن الاقتصاد هو دعم الشركات الناشئة نتوقع أنه يكون في المؤتمر معانا أكثر من 450 شركة ناشئة نتوقع أنه يكون معانا أكثر من 500 مستثمر بيكون عندنا بلاتفورم داعم جدا لتمويل ودعم هذه الشركات اللي نرى فيها أكيد يعني رافض مهم لدعم الاقتصاد في المستقبل بإذن الله تعالى نحن نترقب انطلاق هذا المؤتمر الذي سيكون تجمع لعشاق التقنية في العالم الدكتور أماني الشاوي وأنت نائبة رئيسة مدينة الملكة عبدالعزيز للعلوم والتقنية لقطاع الاستراتيجي والتمييز المؤسسي شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا استضاف طبعا عدرحمن كما ذكرت الدكتورة أكثر من 400 شركة ناشئة وأكثر من 500 مستثمر سيتواجدون في هذا المؤتمر وعشاق التقنية بوجه العموم سيكونون متواجدين بداية من يوم الغد ليروا العين المستقبل العين التقنية التي ستكون من هنا من هذه العاصمة الحالمة هذه الأجواء من هنا أعود لك في الاستوديو لك الكلمة خالد من خلال حديث ضيفتك الكريمة يعني مؤتمر ضخم وهناك مشاركة عالمية وخالجية ومحلية إذن كل شكر وتقدير لمراسل الأخبار السعودية زميل خالد أتفهم شكرا خالد لك ولضيفتك الكريمة شكرا لكم نشرة انتهت بقي أن نذكركم بأبرز ما جاء فيها خادم الحرمين الشريفين وسمون العهد هنئان رئيس بوروندي بذكرى يوم الوحدة لبلاده وزير الخارجية يستعرض العلاقات الأخوية بين البلدين مع ولي عهد الكويت وزراء البريد والاتصالات الخليجيون يطلقون جائزة بحثية لدعم الاقتصاد الرقمي بالمنطقة وشاهدتم في نشرة الظاهرة أيضا انطلاق اجتماعات الجمعية العمومية الثانية لمنظمة التعاون الرقمي في الرياضة شاهدين وشكرا لكم بالمتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة